أهلا بكم في النشرة الاقتصادية أعلن منتدى الشرق الأوسط للتأمين عن إطلاقه تقريرا رياديا عن قطاع التأمين في المنطقة والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في منتدى الشرق الأوسط للتأمين مطلع فبراير المقبل وأوضح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط العالمية للاستشارات الدكتور سيد فاروق خلال مؤتمر صحفي في مصرف البحرين المركزي إن التقرير سيساعد قادة صناعة خدمات التأمين في اتخاذ قرارات استراتيجية رئيسية والاستفادة من الفرص الناشئة فيما أكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر مرونة قطاع التأمين بمملكة البحرين في التعاطي مع تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية طبعاً هذه التقرير هو تقرير تم إصداره لأول سنة بالنسبة حق يعطي صورة واضحة لأسواق التأمين في المنطقة للـ 2016 ويشمل جميع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط بما فيه سوق التأمين البحريني طبعاً أحد الفايندينجز والأحد النتائج التي توصل له الريبورت هو ارتفاع حجم البنتريشن لمملكة البحرين مقارنة بعدد من الدول الأخرى وهذا شيء نفخر فيه ترجمة نانسي قنقر